يا مساء الخير والفل والسعادة على كل اللي بيتابعونا من كل مكان في العالم كل سنة وحضراتكم طيبين ويا رب سنة سعيدة علينا جميعا وتكون سنة فيها خير لكل الناس اللي بتتبعنا وتسمعنا وكل إنسان يعني كان عنده أمنية معينة ما حققهاش ربنا حققه له في عشرين أربعة وعشرين اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت آخر حلقة في عشرين تلاتة وعشرين يوم لاثنين عن كشف الحساب وإنه مهم جدا إن احنا نعمل كشف حساب وإن احنا نحاسب نفسنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بعد ما عملنا كشف الحساب وأول حلقة فأول يوم في السنة والنهاردة واحد واحد عشرين أربعة وعشرين أول حلقة النهاردة هنقول فيها نقطة ومن أول السطر بنسمع دايما إحنا المصطلح بتاع نقطة ومن أول السطر صفحة جديدة من أول السطر يا معلم كده يعني نقطة ومن أول السطر يعني بداية جديدة لحياة جديدة على فكرة مش معنى إن أنا عندي بداية جديدة إن أنا بهد كل اللي فات لا خالص أنا بكمل ولكن بكمل ببداية جديدة بداية جديدة بروح جديدة بأمل جديد بأحلام قديمة بجددها وأحلام جديدة بضيفها الأحلامي بمعوقات ومشاكل وأحزان وأتعاب وحاجات مرنا بيها بنقدر نكون قيمناها وعرفنا كانت مشكلتنا فين ونتخلص منها بناس كانوا ناس توكسك وناس مسمومة في حياتنا بنتخلص من علاقتنا بيهم تماما أو على قل منقلص العلاقة دي بحيث ما يبقاش فيه تعامل ما بيننا لأن من أكبر أسباب أمراض القلب على فكرة إنك تبقى متدايق أو يكون في حزن في قلبك أو تكون متنرفز أو خلافه أو زعلان عشان كده اخلص من أي حد يفزع لك اخلص من أي حد ما يلقلكش اخلص من أي حد غير مناسب لحياتك اخلص من أي إنسان بيسبب لك دي في حياتك مهما كنت على أمل إن من وراء الإنسان ده تاخد مصلحة أو تطلع بمصلحة أو يكون في حاجة كويسة هتحصل منه اخلص جيب من الآخر لأن على قد ما انت منتظر منه خير على قد ما بيأذيك وبيسبب لك مدايق نقطة ومن أول السطر حياة جديدة بشكل جديد تعالوا نشوف كل واحد فينا عنده عادات بيعيشها كل يوم أنا واحد من الناس مثلا عندي عادات بيعيشها كل يوم عندي حاجات بتتطور في حياتي أسلوب حياتي بيختلف وبيتطور بالتدريج لما أجي أراجع نفسي لأ أنا إيه اللي بعمله ده أنا ليه متباطئ في الجزئية دي أنا ليه متنش الموضوع ده أنا ليه بقيت كسول كده أنا ليه بقيت بازهق بسرعة أنا ليه بقيت بخافة أخش في موضوع مع الناس مالهاش لازمة لا هنا بقى دي نقطة من أول السطر تجديد لكل الطاقات اللي جوايا إن أنا أبتدي حياة بشكل جديد خلونا